فبالتجسد انتبه لأنه كتير من أحبائنا بسيء أو مش بسيء مغرداً بيقرأوا الآية ناقصة وعدة مرات من وضح منقول لا تقرأ الآية ناقصة شو بيعمل كتير من أحباء المشاهدين على السوشال ميديا بيقتبسوا جزء من الآية ولكن ليست كل الآية مرة تانية المسيح في التجسد كان خاضعاً للآب ستة وعشرين مرة في إنجيل يحنى مكتوب أنه جاء يسوع ليتمم مشيئة الآب يحنى أربعة أربعة وثلاثين طعام أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله في يحنى ستة نزلت من السماء لا لأعمل مشيئة بل مشيئة الذي أرسلني وهو في مستان جتسبان عن بصارع عن بجاهد في الساعات الأخيرة قال يا أبتاه إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادة بل إرادتك ينبغي أن أعمل أعمال أبي مدام نهار وهذه الحياء الأبدية أن يعرفوك أنت أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته بس ما توقف عند هاي الآية كتير بيقتبسوها من أحباء المسلمين طب ليه ما بتقرأ الآية اللي بعديها واللي بعديها آية أربعة يحنى سبعة عشر العمل الذي أعطيتني قد أتملته اللي هو عمل الفداء والآية خمسة والآن أيها الآب اسمع مني يا حب مجدني بالمجد الذي كان لي عندك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم شفت أخي أختي فإذن المسيح أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليم لذلك بعد ما أكمل الفداء بجدارة رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تشثب اسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب عندي إلك نصيحة اعترف بيسوع اليوم واجهه كمخلص قبل أن تواجهه كديان لأن الكتاب يقول وعيناه كلهيب نار من يستطيع أن يحتمل مواجهة يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة